قد يلتقي المغاربة في العادات والتقوص الرمضانية مع بقية الشعوب العربية خصوصا في جانبها المتعلق بالروحانيات والتعبد لكن لرمضان بالمغرب نكهة خاصة تجد عبقها في تجديد العهد مع مقاومات المجتمع المحافظ والأصالة المغربية ومن تم يعتبر المغاربة شهر رمضان المبارك استمراري للاحتفال والبهجة ولقاء يطول انتظاره مع كل ما هو أصيل وتقليدي يحرصون على الحفاظ عليه في مواجهة التأثيرات الخارجية والوتيرة المتسارعة للأيام العادية ويتم هذا اللقاء على موائد الإفطار التي لا يتردد المغاربة في الحفاظ على قواعدها حيث يتم تزينها بمختلف المأكولات والحلويات تبقى أشهرها ما يستلح عليه بشباكية وبريوات وكعب غزال وهي حلوى مركزة في إعدادها الكلية على اللوز والعطور وبالمائد المغربية نجد كذلك حساء خاصا يتفرد به المغاربة وهو الحريرة ونجدها في كل موائد الإفطار المغربية وتحرص العائلات المغربية على الاحتفال بأول يوم صيام الأطفال وتتزين الفتاة في هذا اليوم بأبهى الحلل واللباس التقليدي المغربي وكأنها ستزف في حين تشرف نساء من أقاربها على التزين بالحناء وتعطر ويتكرر هذا المطر الاحتفالي في ليلة القدر المباركة